هلا وشلونكم اليوم مقلوبتنا غير طعم وشكل وريحة فتشي جنن متأقدر احتعجبكم طبعا هاي مو اول مرة استخدم 8 دعوات 8 حبة طويلة اكسترا طعمه كلش طيب وبعد الطبخ راح يشوفوه حباي واختها مثل ما يقولون حمست اللحم كلش زين بزيت صار لوني اشجر خليت له ما يفاير خليت له نومي باصرة وورقار وهيل وملح تركتها يفور الى ان يستوي اللحم وصار عندنا هذا السوب طعمه كلش طيب نبدي نطبخ التمن حمست بصل بزيت وخليت مجموعة ابهارات راح يسوي التمن لوني جوزي وطعمه كلش طيب راح اكتبلكميها اسفل الفيديو خليت التمن بعد ما غسلته ونقعته حمسته وي البصل والبهارات وضفت له مي اللحم طبعا المي يكون يادوب يغطي التمن حتى لا يعجن واتركه الى ان ينشف التمن تماما بدون ما يتهدر اطف فيه مواد المقلوبة موجودة قدامكم اللي تحطوني اللي يعجبكم انا خليت بوتيتة وبصل وفلفل اخضر قليتن وخليت اللحم بشعبية الجدر بازالي وكيش مش حسب الرغبة وشوية دبس رمان وبعدين خليت التمن مثل ما يشوفون بعد ما متهدر وحبايته ما شاء الله وخليتهم يتهدرون سوى وبني بدي بخر اطفوا وبالعافية اتمنى تجربون التمن وتجربون مقلوبتي ترجمة نانسي قنقر